كان عندي النهاردة كام قطعت بني كده وانا بصراحة مش عاوزة اعمله مقلي ولا اولادي عاوزين يعملوه مقلي فا ايه رأيكم نعمله النهاردة بطريقة جديدة ماشوي كده بدبس الرمان والزبدة حاجة كده اللهم صلى على النبي طعم وريحة في الاخر خرافة من غير قلي ومن غير زيت كتير ومن غير كولسترول كتير هنعمل مع بعض النهاردة احلى شرايح بني في الدنيا يلا بينا نسمي الله ونصلى على الرسول ونبدأ ونشوف ايه هي الطريقة بتاعت النهاردة وايه هو البني اللي بتبس الرمان ده وهل فعلا طعمه حلو ولا طعمه ما كانش قد كده كل ده هنشوفه مع بعض خطوة بخطوة بس ما تجريش الفيديو وتابع معي لحظة بلحظة وهتشوفي قد ايه النتيجة كانت هائلة يلا بينا نسمي الله اول حاجة معي هنا حوالي نصف كيلو من شرايح البني بني صدور فريخ متقطعها شرايح خفيفة زي ما هي عادي خالص ممكن كمان في الوصفة دي ان احنا نستعمل صدور دجاج كاملة بنيديها تشريحات خفيفة كده ونستعملها بنفس الطريقة فردنا شرايح البني بتاعتي كده ورشت عليها رشة من الملح وكمان رشة من الفلفل الاسود وهندعك بقى شرايح البني من الوش ده كده دعك كويس جدا بالملح والفلفل احنا ما تبنهاش وما عملناش فيها اي حاجة بنقلبها بقى على الوش التاني وهناعمل نفس الطريقة اللي احنا عملنها رشة ملح برضو ورشة كمان من الفلفل الاسود وهندعك وهندعك الوش التاني بتاع البني بتاعنا طبعا مفيش اسهل من كده يعني لو انت جاية من بره وعندك كام شرايحة بني ومستعجلة كمان انت ولا تبلتي ولا سبتي في التدبيلة ولا عملت اي حاجة خالص فاقومي بسرعة وعملي الطريقة دي طريقة طحفة جدا هتنسيكي اي طعم بني مقلي في الدنيا وطبعا الزيت احنا عارفين ان الزيت غالي والكلسترول كمان بيعلى من الزيت ومن المقليات فدي الطرق تانية يعني احنا بنحاول ان احنا ناكل اولادنا الحاجات اللي هما بيحبوها زي البني طبعا بس الطرق اكتر ان هي تبقى صحية تمام خلاص احنا غطينا البني بالملح والفلفل اسود وده عاكناه كويس جدا معي طبق فيه هنا حاولي 3-4 مالق دقيق مش كتير لان احنا بندي تعفيرة خفيفة من الجهتين لشريحة البني احنا ما بنغطيهاش تغطية كاملة لأ احنا يا دوبك تقريبا كده بنعفرها بس من الناحياتين خلاص كده خلصنا الكمية كلها نروح بقى على البوتاجاز عشان هنكمل كل الوصفة على البوتاجاز معي هنا الكريل بتاعي او طوصة عنديك اي انك يكن حطيت فيها معلقة واحدة من الزيت ويعتبر نص معلقة كمان من الزبدة يعني يعتبر محطناش مادة دهنية كتير ولا اي حاجة اول ما الزبدة ساحد كده خالص بننزل بقى بشريح البني كلها شريحة شريحة اي دي شريح البني بنبدأ بس نوسع علشان احط الكمية كلها مرة واحدة لان انا بس بصراحة مش عاوزة احطه مرتين لان وقفت المطبخ دلوقتي بقيت تزهق وبقيت مملة والله العظيم اول ما يبدأ ياخد لون خفيف كده بنبدأ نقلبه على الناحية التانية علشان ياخد صدمة كمان على الجنب التاني وطبعا البتاجاز العين بتاعت البتاجاز لازم تكون عالية جدا علشان البنيه بتاعنا ما ينزلش مياه نهائي ما يفقدش العصورة بتاعته من جوه ويفضل جوسي من جوه يعني يفضل بقى ياخد حياخد ارماشة خفيفة منبر كده لما يتحمر ويفضل جوسي من جوه حاجة كده رهيبة جربيه وعلى ضمنتي هنقلبه بقى من الجهتين كده لحادم خلاص خد اللون اللي انتو شايفينه ده ده لون جولد من الناحيتين هو مش بتحروق بقى ولا اي حاجة يدوبك اللون الاحمر الحلو اللي انتو شايفينه ده معي هنا بقى معلقة من التوم المفروم يعني حوالي اربع خمس فصوص توم كده متقشرين ومفرومين كويس جدا بوسع لهم مكان في النص كده وببدأ انزل بالتوم بتاعي واسيبه بقى لحاد مريحة التوم ده تطلع اول مريحة التوم تطلع انا عاملة خلطة على بعضها كده معلقة من الصويا سوس ومعلقة كبيرة من دبس الرمان ومعلقة كمان من الخل مقلبهم كلهم مع بعض وهنزل على شريح البنية بتاعتي كلها كده وافضل اقلبهم يمين وشمال لحاد ما كلهم يضغطوا بالسوس اللي احنا حطناه او الخليط اللي احنا حطناه ده هنبدأ بقى نقلبهم كلهم كده لحاد ما يضغطوا تماما علشان يشربوا من طعم السوس اللي احنا حطناه سوس بصراحة رهيب مخلي شريح البنية في حتة تانية خالص الطعم في الاخر روعة جدا جدا طريقة سهلة وبسيطة بس في الاخر طحفة جدا كده خلاص اللي ابنهم كلهم مع بعض كده نسيبهم حوالي ديقتين تلاتة كده وبعد كده هنزل عليهم بحوالي معلقتين او تلاتة من العسل النحل او العسل النحل بيديها طعم حلو او بيخليها كده سويت اند سور كده طعمها بيبقى مميز جدا جدا مزازة دبس الرمان مع الحلاوة بتاعة العسل بيوديها في مكان تاني خالص بيعديها الحدود يعني حاجة كده اللهم صلى على النبي طعم روعة اللي ابنهم كده مع بعض حوالي ديقتين تلاتة كمان الحاد ما شربت من الطعم كله معي هنا حوالي ربع كباية صغيرة بس من المية هحطها عليه وسيبهم بس يغلوا مع بعض حوالي تلاتة اربعة دقيق لحد السوس ما يتقل معي تاني وكل شريح البنية اللي انت شايفيها ده تشرب من السوس اللي احنا عملناه يبقى شوية المية اللي احنا حطناهم دول بس علشان شريح البنية تاخد من طعم السوس كله الطعم كده يمتزك فيهم كلهم سيبهم بقى على النور زي ما قلنا حوالي تلاتة اربعة دقيقق بكتير خمس دقيق خالص ودي الشريح بتاعتنا بعد ما طلعت شايفين السوس عامل ازاي كرمل جدا طبعا علشان العسر والسوس تقل معانا خالص اهو شايفين لونه عامل ازاي ولون البنية بتاعنا عامل ازاي حاجة كده والله العظيم تحفى جدا 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 انا عارفة ان البنية المقلية طبعا ليه شعب كبير وليه جماهير كبيرة بيحبوه بس ما فيش مانع ان احنا ما نعملش الحاجات المقلية كتير لأولادنا نحاول ان احنا ندخلهم في النص كده حاجات صحية حاجات مفيدة حاجات هما بيحبوها بس طبعا احنا بنحافظ اكتر على صحة اولادنا فما فيش مانع ان احنا نعمل البنية المقلية مرة مرتين بس ندخل منهم برضو في النص مرتين ثلاثة كده ايه حاجات مشوية حاجات صحية في النص كده طبعا ده علشان صحة اولادنا خلاص حطينا بقى في الطبق بتاعنا طبق التأديم بتاعنا ورشيط عليه كمان بقيت السوس بتاعه السوس ده فوزيات تقدر يبقى تعملي جنبه مكارونا باستا تقدر يتعملي جنبه رز ابيض علشان تحطي السوس ده عليه تقدر يتكليف عيش جنب بطوطس محمرة وشوية سلطة كده حاجة كده في الاخر كانت روعة الروعة شوية بقى خضور كده على الوش طبعا كان ممكن تحط الخضور ده في الجرين اللي بتاعي كنت بتعملي بس طبعا الخضور لما بيتبل بيسمر كده وبيبقى لونه مش حلو فانا فضلت ان انا احطه فريش كده على الوش وبرضو هيتغمس مع شرايح البني دي بيدي نكهة مع بعض حاجة كده رهيبة 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 والله العزيم ما قادر اوصف لهم كان طعام بتوع عامل ازاي اتمنى يكون الفيديو النهاردة نال اعجابكم والوصفة عجبتكم نوع اعجابي كالوصفة متنسانيش في لايك وشير للفيديو ولو انت اول مرة تشوفيني متنسانيش في اشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع السلامة